فخبر عاجل الآن حادث تصدم قطرين في الزأزيل وارتفاع عدد الضحايا ضجت مواقع التواصل الاجتماع خلال الساعات اللي فاتت بخبر مؤسف جدا وهو حادث تصدم مؤسف وقع بين قطرين بمينة الزأزيل في محفظة الشرقية وتم اتدفع بعشرين سيارة إسعيف البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الشرقية اخترن يفيد بورود بلاغا بتصدم قطرين أمام الكبر الجديد بنطاق قسم ثاني الزأزيل وعلى الفور انتقلت للأجهزة الأمنية وقوات الأمنة إلى موقع البلاغ كما أعلنت زارة الصحة والسكان أنه تم نقل المصابين والبلغ عددهم حتى الآن 29 مصاب إلى مستشوى الأحرار وجامعة الزأزيل في مرتفع عدد ضحايا الحادث إلى حالتية وفاة وذلك في حصيلة أولية ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمره وجاري المتابعة حتى الآن رحم الله توفه وربنا يعيش في المصابين والحد هناك من الفيديو خلص إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد